السلمونيلا 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 من أشهر البكتريات اللي بتعمل ضيارية ومشاكل في الجهاز الهضمي على مستوى العالم في ملايين كل سنة بيجيلهم انفكشن بالسلمونيلا والسبب الرئيس هو النظافة السانيتيشن والهايجين قالك هي عليها نوع كتير جدا حوالي 2500 سيرو تايب بتعيش في الحيوانات والطيور والماء بتاع الصرف الصحي وطبعا بتعيش جوه البني أدمي فأشكال العدوى كتير جدا مثلا عن طريق الفيكالورال ترانسميشن الكنتاميناتد فود وووتر ان الشخص اللي بيعمل الأكل قد ما تكونش نظيفة وبيكون بيعمل أكل في يد الناس اللي هتاكل من الأكل ده ممكن كمان عن طريق الاندركوكت ميت او الاندركوكت ايجز او عموما الأكلات اللي مش مستوية كويس الأكل النيي برضو منتجات الألبان اللي بيكون كنتاميناتد ملك كمان الفيجيتابولز والفروتس اللي مش مغسولين كويس فالنظافة هي أهم حاجة على الإطلاق في نوعين من السلمونيلا اسموهم سلمونيلا طايفي والسلمونيلا بارا طايفي ودول بيعيشوا جوه الانتستم بتاع البني أدمين بس ودول أصعب اثنين الانفكشن بتاعهم بيكون شديد شوية السلمونيلا طايفي هتعمل طايفويد فيفر والبارا طايفي هتعمل بارا طايفويد فيفر السلمونيلا عبارة عن نيجاتف بس اللاي يعني رود شابت بتكون اكسيديز نيجاتف ونالكتوز فرمنتر لكنها بتطلع هيدروجين سالفايد وهنشوف هيفدنا ازاي لما نتكلم عن الدياجنوز السلمونيلا لها فلا جيلة بتستخدمها عشان تتحرك بيها لكن هي مش بس سموطيل ده كمان انفيزيف يعني هتسيب الانتستن وتدخل على البلود ستريم عشان كده هي شريرة جد كمان بتكون فاكالتاتف انايروبس يعني تقدر تعيش في البيئات سواء فيها اكسوشن او لا السلمونيلا عندها ثلاثة انتجينز أو أو سوماتيك انتجين وإتش أو فلاجيلر انتجين وكمان في آي أو فيرولنس انتجين وده الكابسولر انتجين اللي بيمنع الانتجين انتيباديو اوبسونيزيش بيحمل بكتيريا من الانتيباديز يعني الجسم هيطلع ضده الأو والإتش انتجينز اي جي ام انتيبادي و اي جي جي انتيبادي طيب تعالى نحكي القصة بتاعت السلمونيلا هيجي واحد يأكل كنتاميناتد فود عليه السلمونيلا هتعدى الاسطامك وتوصل لسمول انتستن في خلايا في السمول انتستن اسمها ام سيلز هتعمل اندوسايتوزيس للسلمونيلا وتوصل لحد البيئرس باتشز البيئرس باتشز عبارة عن الانفويد تيشو موجود في الانتستن عشان اي باثوجين يعدي خلايا المناعة الموجودة فيها تشوفه وتعمله دامج شوف الفيلم اللي احنا عملين يحكيه ده وخلايا المناعة وبتاع السلمونيلا هتقولهم طب و اكده ظهرك بعد ازنك يا صاحبي انا هتكاثر جوه خلايا المناعة نفسها اللي انتو فرحنين بيها دي بالفعل هتروح تعمل ملتبليكيشن جوه المونونيوكليير فاجوسايتز بتاعة البيئرس باتشز والريزيدنت ماكروفيجيز اللي حواليها ومن خلالها تدخل الى الانتستينا الليمفاتيكس ثم الى الثوراسيك داكت ومنه تعمل انفاجين على البلود شوف هتعمل غزو يا صديق هتغزو بقية الأورجنز تروح على الليفر والجول بلودر والسبلين والبون مارو تاخد لها الحكاية دي من سبع العشر ايام بيسموها برايماري بكتيريميا وطول ما فيه برايماري يبقى اكيد فيه مصبوط ساكندري بس ازاي يعني ساكندري يعني هي هتطلع من الأورجنز وتروح البلود تاني بالضبط كده وهتعمل ساكندري بكتيريميا وهيبقى اصعب من البرايماري كمان توخد التقيلة بقى ده هتعمل انفاجين من الجول بلودر وتوصل الانتستين تاني وتروح الانفويت تيشو وتعمل انفلاماتوري ري اكشن وصيتو كاينز وشغلانة كبيرة طيب تعال نشوف ده هيظهر ازاي على العيان الانكيوبيشن بيريود بتاع السلمونيلا تقريبا من ست ساعات لاثنين وسبعين ساعة اول اسبوع من بداية الاعراض العيان هيشتكي من نون سبسيفيك سيمتونز اللي هما ابدوهم من البين وهيدك وماليز وانوريكزيا وفتيج والحاجات دي بعد كده هيحصل ارتفاع التدريج لدرجة الحرارة بيسموها ستيب لادر فيفر يعني زي الصورة دي كده الحرارة هتزيد بعد كده تقل شوية بعد كده تزيد تاني وهكذا تفضل تعمل بيكس هتلاقي في اول اسبوع كمان بيحصل كونستيباشن وممكن برونجايتس ودريكوف في بعض الحالات والطبيعي الطبيعي ان مع درجات الحرارة العالية بيكون فيه تاكيكارديا لكن هنا بقى الغريب اننا بنلاقي مع الفيفر براديكارديا وده بيحصل بسبب التوكسيك مايوكارديتس اللي هتعمله البكتيريا وبيسمو الارتباط المعكوس ده فاجت ساين يعني فيفر معاها براديكارديا الاسبوع التاني هيبتدى العيان يشتكي من هاي فيفر بتوصل ل40 سيليزيوس الابضامن البين هيزيد وهيكون معاه ديارية والأورجنز هتتأثر جدا فهيحصل هباتوس بلينوميجري والعيان هيبتدى يظهر عليه روز سبوتس على الترونك وده عبارة عن بينك ماكيولز كده صغيرة وبتختفي فيه خلال ساعات من ظهرها الاسبوع التالت يبتدى العيان بقى يبقى ديهايدريتد البالس يزيد وتلاقيه ابتدى يتوه كده يحصل له منتال كلاودنس ويبقى ديسوريينتد لو معلجناش بقى الحاجات دي كلها ودخل العيان في الاسبوع الرابع هتبتدى تحصل الكومبليكيشنز ممكن يحصل هيموريتج وبرفوريشن للانتستن وهتظهر مجموعة كبيرة جدا من الكومبليكيشنز دي طيب التشخيص بقى بيعتمد على كلينيكال بريزنتيشن بالاضافة لللاف فايندينجز اللي هي الكالشر باخد عيانة من اللي ستول ينفع وده الاكتر يعني لكن الافضل اننا ناخد عيانة دم واعمل بلاد كالشر ولان السلمونيلا تقدر تطلع H2S هيدروجين سالفايد لذلك هتظهر بلون اسود على كل الميديا دي وكمان راسب اسود في TSI أجار لذلك ما تنساش ان الهيدروجين سالفايد بيدي لون بلاك بيعمل بلاك كولينيز على الأجار زيلي قدامك دي علاق حالات التايفويد بيكون بالانتيبيوتكس زي السيفترايكزون والسيبروفلوكزاسين او الليففلوكزاسين وبيستمر لمدة 14 يوم وممكن يحصل ريلابس عادي لان حتى المناعة مش بتعرف تتصرف مع السلمونيلا لانها انترا سيرلر بتعيش جوه خلال مناعة نفسها فالولماء الحمد لله عاملوا مجموعة من الفاكسينز للسلمونيلا طيفي افضلهم الطيب بار تي سي في او تايفويد كونجوجيت فاكسين بيطعطوا اي ام وهو جرعة واحدة مفيش غيرها ممكن الشخص يخف من الاعراض بس تفضل عنده السلمونيلا لمدة حتى 12 شهر فلازم كل شوية يعملوا الستور كالشر عشان يتأكدوا انها ما بقتش موجودة عنده فيرجع يتعامل مع الاكل تاني البريفنشن بقى صديقي زود وعي الناس اللي حواليك باهمية السانيتيشن والهيجين واللهم يغسلوا ايديهم وما يكلوش الاكل ناي يطبخوه كويس والحاجات الجميلة دي بس كده صديقي خلي باركتنون نفسك شكرا لك شوفك على خير يا رب البي دي اف الخاص بالمحاضرة دي وباقي المحاضرات بتاعتنا هتلاقوها على قناتنا في تيلي جرام اللينك في الديسكريبشن اشتركوا في القناة شكرا لكم